الحالة الثالثة من ولاية الوادي لأربع شقيقات أصبنا بمرض نادر تسبب لهم في عجز على الوقوف والمشي فرغم إمكانية العلاج إلا أن حيلة يد الأب حالت دون تحقيق ذلك تابعوا هنا أربع شقيقات شاءت الأقدار أن يصبنا بمرض غريب ظهر ولازم الأخت الكبرى مرزقة التي لم يتجاوز عمرها 21 رابعا ببلدية دوار الحدودية بولاية عنابة منذ ما يقارب العقدة من الزمن بديم عابل فشل وقلت الحركة وما كنتش قادرة نتحرك ذلك ذات بعدين بدت النوض ونطيح نوض ونطيح استمرت بهالحالة هذي ويني تقريبا للوصلت 2010 حبست تقريبا بديم عاية من عمر 6 سنين وانا وصلت 2010 حبست خلاص حبست على القراية وكل شي وبعد تالي عالجت في طب عاديين ومرض مش معروف ذات وبعد تالي بديم عام أخواتي المرض بديم عاهم واحدة بعد واحد هنه أربع بنوت نير رابعة فيهم معنا مش قادرة لا عن كل شي ظروف معناها صعبة على الأخر وفي حالة المرض وكل شي غير أخواتي قايمين بينا بكل شي أخواتي صغر مني الأكبار عرس ومعرسين وصغيرهم اللي ينبين يلبسوا يشربوا ينوضوا يقعدوا فينا كل شي معنا حالة صعبة على الأخر عجز في الحركة بشكل نهائي وشلل في كافة الأطراف يبدأ بوهن في الأطراف الأربعة وصولا إلى شلل تام ونهائية مغدر عنهم ربي بالمرض انتاحهم الكبيرة هذي لها ثمن سنين وهذين هنهان لها ثلاثة واحدة لها عميل وجو لباس عنهم ما بهم حد شي لغالب مغدر عنهم ربي عندي أندي أدهم سبع أخوة من أم واحدة كلهم هذي أندي أثناش من أم واحدة هذي ما لربعة هنجو هكا وكاين لا صغر منهم لباس عننا ولا أحبر منهم لباس عننا وجيها من قدام تجري وتمشي وتمشي دون العام طلبوا إن شاء الله من جماعة الخيريين على أمل أن ترين قلوب المحسنين والسلطات لدحرجة هذا الواقع المزري الذي صنع من أربع شقيقات سجينات لهذه الغرفة وحرمهن منتاج الصحة ولعمة الدراسة مشاهدين هذه الحالات التي رصدناها علقت كل أمالها عليكم علها تجدوا آذانا صغية منكم ومحسنين يتكفلون بهم إلى اللقاء